السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنبدأ في الميناء النهاردة مع مدرب مصرعة مشهور جدا اسمه غاري وللأسف كان مضمن على الخمر ودي كانت سبب أساسي انه يدخل السجن وكمان كانت سبب انه أسرته تتدمر بس ازاي ده اللي هنشوفه في الميناء بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك ويتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول وبعد عقوبة كبيرة جدا في السجن بيخرج غاري واول حاجة كان بيدور عليها في هدومه هي دبلة مراته ماري بس بيفضل يدور كمان لغاية لما بيلاقي صورته مما الاثنين اول لما بيخرج غاري من باب السجن بيكون الشخص الوحيد في استقباله هو ابنه مونتي وبيقلق ساعتها من الكدمات الكبيرة اللي كانت موجودة في وشه ودي بتبقى بسبب انه بيشارك في قتال الشوارع واللعبة دي ساعتها ما كانش قانونية في الهند وتجربة غاري في السجن كانت سبب انه يبطل الخمر وبعدها بيسألوا على اخوه ديفيد واللي مجايش عشان يستقبله وبيظهر بعدها ديفيد ومراته جيني واللي كانوا بيحتفلهم اللي اتنين بعيد ميلاد بنتهم واول لما بيوصل ابوهم غاري البيت بيبدأ يتخيل مراته اللي ماتت وكمان حياتهم من فترة كبيرة جدا لما كان ولاده لسه صغيرين لسه للأسف بيفتكر بعدها انها ماتت وبيبتدي يلوم نفسه لانه هو كان السبب الاساسي في كل اللي حصل وبيبدأ بعدها ديفيد يومه الجديد لانه كان شغال مدرس فيزيا واحدة من المدارس وكان كل الطلبة بيحبوه ويكونوا مابورين جدا بكمية الوشوم اللي عليه وبعد لما ديفيد بيخلص شغله بيروح على المصرف مرة تانية عشان يعمل سلفة ده بسبب مرض بنته اللي كانت كليتها الاتنين متضمرين للأسف المصرف بيرفض طلبه لبعد ما يسدد اللي عليه عشان كده بيتطر ديفيد انه يرجع مرة تانية لقطال الشوارع واللي كان سابه من فترة كبيرة جدا وبياخد منه فلوس كتير جدا وفي نفس الوقت بيروح مونتي لحلبة المصرعة اللي هيمارس فيها نفس لعبة القتال والصدفة بيكون موجود في المكان الرجل اعمال معروف واللي كان مصمم انه هيخلي قتال الشوارع لعبة معروفة وقانونية كان جاي المكان وقتها عشان يختار المقاتلين اللي هيشاركوا في اللعبة دي وكمان بيكون معاه المساعد بتاعه واسمه باشا ويدخل فعلا مونتي الحلبة والمقاتل اللي قدامه اسمه مصطفى كل الناس وقتها بتهتف باسمه وبتشجعه بالاسف بيبان ان مونتي مالوش اي خبرة في القتال عشان كده بيقسر وبيهزمه مصطفى وساعتها بيختار مدير الاعمال مصطفى انه يشارك في القتال اول لما بيخرج مونتي بيبدأ غاري انه يلومه بيقوله انه لازم يركز خارطة بو في الحلبة عشان يقدر يهزم المنافس بتاعه بس للاسف ما كانش ده السبب انه يتهزم وان مونتي هو كمان بيشرب خمرة زي ابوه وبيرجع بعدها ديفيد لبيته وبتتفاجئ مراته بالاصابات اللي موجودة في وشه بيهترف ليها وبيديها الفلوس اللي حصل عليها نتيجة الاصابات دي اللي كانت بالنسباله اجر 3 شهور تدريس وفي تاني يوم بيروح المدرسة والاصابات دي كانت موجودة في وشه واول لما بيشوفه مدير المدرسة بيتدايق جدا اغم انه كان كويس جدا في التدريس الا انه اضطر يرفضه ويخرج من المدرسة على مستشفى بنته اللي كانت بتعمل وقتها غسيل كلا وبيحاول يقرب منها ويطمنها بتشاركه وقتها مراته وفي كل خطوة هو بيعمله ابتدى يفتكر من فترة كبيرة جدا ان الامور قد صعب عليه جدا قبل ما يقابل مراته جيني كان وقتها الكتال هو مصدر فلوس والاساسي بس بتقابله جيني وتحاول تقرب منه وتتعرف عليه ابتدت بعدها تساعده انه يشتغل في المدرسة فعلا بيتقابل في المدرسة ساعتها امتنى عن قتال الشوارع ابتدوا بعدها يعيشوا حياة سعيدة جدا اول لما خلفوا بنتها للاسف لما بتكبر بيعرفوا ان عندها فشل كلا محتاجة وقتها انها تزرع كلا بنرجع بعدها لوالده غاري اللي قرر ان يروح لديفيد في بيته ويعتذر له وكان ابنه منت ساعتها مستنيه في العربية اول لما بيشوفوا ديفيد بيسألوا انت امت خرجت من السجن ويبان وقتها انه متدايق ان شافه وطلع من السجن وده لانه السبب الاساسي في تدمير حياة ديفيد الاول مرة بيشوف غاري حافظته بيتأثر جدا لما يعرف اسمها ماري على اسم مراته اللي ماتت لما بيحاول يقرب منها بيزوقوا ديفيد وبيمنعوا ان يشوفها عشان كده بيجي بسرعة اخوه منت ويبدأ انه يتخانق معاه عشان كده بيحاول والده ان يبعدوا عنه ويمشي ولما بيرجع منت البيت مرة تانية بيبدأ يفتكر حياته وهو صغير ولما كان جايبوا والده لأول مرة في بيت مارية لان والدته كانت سماعة سارة وماتت مكانش قدام غاري غير يجيبوا الماري عشان تربيه بيفتح ليه ساعتها اخوه ديفيد سمارية بعد صعوبة شديدة بتقبله ان يكون ابنها التاني بتحاول ساعتها انها تقرب منه وتحتفل بيه في كل وقت ابتدت كمان انها تهتم بيه زي ما بتهتم بابنها ديفيد وكان دايما ديفيد بيدافع عنه في اي مكان كان وقتها غاري مدمن خمر كان كل وقت بيخش عليهم هو سكران وبتمر بعدها السنين والايام ومش بيتغير حال غاري وما كانش في وعيه معظم الوقت رغم انه كان مدرب مصرعة كويس جدا بس للأسف الخمر هي اللي دمرته وفي يوم من الايام بيرجع البيت وهو مش في وعيه بيندح على مارية باسم سارة وده السبب اللي خلى ميري تزعقله وما تستحملوش وساعتها بيدربها بقوة جدا وهو مش في وعيه كانت الدربة دي للأسف هي السبب في موتها بيحاول ساعتها ديفيد ان ينقزها لكن للأسف ما بيقدرش لما بيحاول مونتي وقتها انه يقرب منها يمنع ديفيد انه يقرب وبيبتدي يلومه هو او ابوه على موتها ومن وقتها ديفيد بيشوفش اخوه مونتي ويتحط غاري في السجن وبيرجع بعدها مونتي مرة تانية انه يقابل خصمه بمصطفى بناء على طلبه عشان ينتقم منه وفعلا المرة دي بكل سهولة بيقدر انه يهزمه ويقضي عليه ويواجه ابوه وبيقوله انه عمل زي ما قاله انه وجه غرضه في الحلبة ونتخيل اخوه ديفيد هو اللي قدامه وبيضربه نفس الوقت بيروح ديفيد لباشا ويطلب منه انه يخليه شارك في حلبات المصارع وفعلا بيوافق باشا على لعب ديفيد مرة تانية بعد لما شاف اسلوبه الجديد في القتال انه ازاي بيقدر يطعب الخصم بتاعه لأكبر فترة ممكنة بعد كده يبدأ يضربه ويهزمه بعدها بيسمع مونتي بالمشروع اللي هيعمله رجل الاعمال وبيقرروا وقتها انه يخلوه يشارك في المصارعه دي بيجي بعدها التليفون لديفيد في بيته باشا وبيفاجأوا انه يشارك في R2F وبتزعل جيني لانه ما كانش اقيل لها على المسابقه دي للأسف بتوافق لانه ما كانش قدامهم طريق غير كده عشان يقدروا يكسبوا الفلوس وكمان يعالجوا بنته ويزرعوا لها الكلام في نفس الوقت بيلون اعجاب مونتي لرجل الاعمال ويوافق انه يشارك في R2F بكده بيكون ديفيد ومونتي اخوه في نفس المسابقه بيبدأ بعدها هما الاتنين انهم يقوموا بتدريبات عنيفة جدا عشان يشاركوا في المسابقه ساعتها اسماء المشاركين بتكون ممنوعة من النشر عشان كده ما كانوش عارفين انهم هيصارعوا مع بعض بيكون وقتها منافسهم الاكبر هو لوكا واللي هيشارك في القتال من المانيا وبعد فترة بيتعمل مؤتمر للR2F بنعرف ان الجايزة 90 مليون بيبدأ بعدها الرجل الاعمال يقول اسماء المقاتلين اللي هيشاركوا في القتال وبيعرف وقتها هولدهم ان هما الاتنين هيشاركوا في القتال وبييجي اليوم اللي هيتبدأ فيه المسابقه وبيكون اول من القاتل هو مونتي بيبدأ وقتها والده يطمنه ويأكد له الفوز وبيكون المنافس اللي قدامه اسمه غامة الغريب ان اول لما ابتدى القتال بيقدر مونتي انه يقضي على غامة بالضربة القضية كانت مفاجأة ساعتها من اول دقيقة بيجي بعدها اليوم اللي هيقاتل فيه ديفيد اول لما بيدخل الحلبة بيكلم بنته كان ديفيد خايف جدا ساعتها ومنبهر بالاضواء بس بيتطمن وقتها اول لما بيشوف والده اللي حاول يقرب منه ويساعده وكانت وقتها جيني مستنية قدام التلفون عشان تعرف الاخبار انها كانت خايفة انها تتفرج عليه في التلفزيون الغريب ان مدير المدرسة كان بيتفرج على الماتش وبيبدأ بعدها ديفيد انه يقابل المنافس بتاعه بيحاول ساعتها انه يستخدم اسلوب الدفاع بس وقدر ساعتها المنافس انه يتمكن منه ويسيطر عليه وكان ديفيد وقتها هيخضع للاستسلام لكنه بيقدر يستحمل اللي جات لما بتيجي فترة الاستراح وابتدى ديفيد من الوجهة التانية انه يتقلب في حالة القتال انه بالشكل اللي بيعمله كان بيتعب خصمه فعلا بيقدر ديفيد انه يقصر دراعه ويفوز بالمساب بتيجي رسالة بعدها على تلفون جيني انه كسب الجولة اللي بعدها كانت للوكا لقدر فيها انه يهزم خصمه اشارة هزيمة في الماتش اللي بعده بيقدر منتي انه يفوز على الخصم بتاعه في الماتش اللي بعده بيكون لديفيد وللأسف الخصم بتاعه بيكون خفيف الحركة ويتحرك كتير عشان كده بيسيبوا ديفيد لجاية لما بيتعب وبيبتدي انه يوجه ليه اللا كمات المرة دي بتبدأ جيني انه هتطبعه التلفزيون وفعلا بينجح اسلوب ديفيد وبيفوز عليه وللأسف بيجي الوقت اللي هيقابل فيه منتي المصارع لوكا وللأسف ابتدى يوجه ليه ضربات قوية جدا بس بسبب زكاء مونتي قدر انه ينتهي ستشجيع الجمهور لوكا ويدرابه ضربة ويفقد وعيه ويدرابه كمان ضربة ولتكون تسبب في فوزه وبتتشجع بعدها جيني وبتيجي عشان تحضر اخر ماتش في ارتي اوف اللي كان هيشارك فيه ديفيد ولو كسبه هيتقاهل للنهائي ووقتها كان بيحاول والده يوجهه عشان يقدر يكسر عشان كده بيتدايق الخصم من تعليماته ويدرابه هو خارج حلبة المصارع اول لما بيشوف ديفيد ده كان سبب كافي انه يخضب ويقضي على المصارع اللي قدامه ولو ما كانش يمنع الحكام كان موته وبكده هيكون اللي اتنين في الماتش النهائي مونتي وديفيد وللأسف اللي اتنين هيكونوا ضد بعض بيكرر ساعتها غيري انه يسيب المسابقة ويمشي وبيبدأ بعدها اللي اتنين انهم يهاجموا بعض فعلا وكان وقتها بيحاول ديفيد انه يدافع على نفسه بس لانه ما كانش عايز يضرب اخوه رغم انتفاع مونتي الشديد رغبته الشديدة في انه ينتقل من اخوه ولما بتيجي الفرصة لديفيد عشان يضربه بيرفض انه يعمل كده وبيبدأ بعدها كل واحد منهم يفتكر نفسهم وهم صغيرين وللأسف بيضطر ديفيد انه يكسر كتف مونتي ممكن ده يخليه يتوقف عن القتال ويستسلم لما بيسمعهم ابوهم بيدخل عشان يحضر المباراة ويوقفهم رغم كل ده بيرفض مونتي انه يستسلم وبيكمل الماتش بيحاول وقتها ديفيد انه يمنعه انه يكمل وبيقوله انه مش قادري ازيه اكتر من كده رغم كل ده مونتي ما بيكونش عايز يوقف بس في الاخر بيتأسف ديفيد لمونتي من كل اللي عمله فيه وانه يسابه طول الفترة دي وما اسألش عليه ده كان السبب الاساسي اللي يخلي مونتي يستسلم اول لما بتخلص المباراة بيجري ديفيد عشان ينقذ اخوه مونتي موسيقى